السلام عليكم انا محمد الشربجي هكون معاكم ان شاء الله في مادة الفارمكولوجي على ميديكو كورس خلونا نبدأ على دول بسم الله مادة الفارمكولوجي بتتقسم عندنا على السنة دي جزئية جزء هو جنرال فارمكولوجي بيتكلم على تأثير الدواء بشكل عام في الجسم كله هيكون عامل ازاي وجزء بعد كلا بنبدأ نقسم الجسم لسيستمز ندرس تأثير الدواء على كل سيستم فيهم الأدواء اللي بتأثر فيهم وهكذا طيب تعالوا نبدأ بسم الله تعالوا نبدأ بأول جزء وهو الجنرال فارمكولوجي الجنرال فارمكولوجي عندنا بيتقسم لجزئين جزء اسمه فارماكو دايناميك وجزء اسمه فارماكو كايناتك طب ايه الفرق الدايناميك بيدرس تأثير الدواء على جسمي الدواء لما يخش جسمي هيعمل ايه؟ أما الكايناتك بيدرس تأثير جسمي على الدواء يعني برضو الدواء لما يخش جسمي جسمي هيتصرف معه ازاي؟ فبكل بساطة نقدر نقسمهم بالصيغة دي دايناميك الدواء هيعمل ايه؟ كايناتك جسمي هيعمل ايه؟ بس تعالوا نبدأ النهاردة بسم الله مع الفارماكو دايناميكس في الفارماكو دايناميكس قلنا ببساطة ان احنا هندرس ايه اللي الدواء بيعملو في جسمي بس في جوانب للي الدواء بيعملو في جسمي يعني ايه؟ يعني انا محتاجة بص على كم حاجة كده عشان افهم تصرف الدواء اولا محتاجة بص على المودوف اكشن يعني ايه المودوف اكشن؟ يعني الدواء دا لما يخش جسمي هيتصرف ازاي؟ هيشغل ريسبتورز؟ ولا هشتغل من دول ريسبتورز؟ هيتفعل مع انهي مواد؟ هيدي نتيجة شكلها عامل ازاي؟ هو دا المودوف اكشن اعتقد يعني بديه ان احنا هندرسه تاني حاجة هندرسها الانديكيشنز الدواء دا بصرفه امتى؟ انهي عيان اللي ياخده تالت حاجة الكونترا انديكيشن يعني ايه كونترا انديكيشن؟ يعني بنسمع في بعض الاحيان يقولك ايه؟ يقولك الدواء دا ماينفعش ستة حامل تاخده اش معنى؟ اصل الدواء دا بيتعارض مع الحامل هي دي الفكرة كلمة بيتعارض دي بيتعارض يعني كونترا انديكيشن يعني دواء ما اقدرش اصرفه للعيان لو عنده حالة معينة حامل طفل صغير وهكذا رابح حاجة محتاجين نعرفها الادفورس افكت يعني ايه الادفورس افكت؟ الادفورس افكت اللي احنا نعرفها باسمها المشهور الاعراض الجنبية يعني الدواء دوت اكيد هيكون مرتبط معاه بعض الاعراض اللي انا مش عايزها الجانب الوحش من الدواء الوحش السيء بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ خامس حاجة الـ يعني ايه بريكوشن؟ اقولك دايما نسمع في بعض الاحيان يقولك يقولك الدواء ده بيتاخد قبل الاكل بساعة مش معانا يا عام اصله هو لو اتخد مع الاكل مش هيجيب النتيجة اللي انا عايزة فبعمل بريكوشن قبل ما اخد الدواء باخد احتياطي قبل ما اخد الدواء بس خلي بالك الفرق بين كلمة بريكوشن و كونترا انديكيشن بص البريكوشن انا هاخد الدواء هاخده بس هعمل احتياطي في حاجة قبل باخد الدواء اخده مع الاكل اخده الساعة كذا اخده كله مش عارف قد ايه اما الكنترا انديكيشن انا مش هاخد الدواء عندي حالة صحية تخليني ما ينفعش اخد الدواء ده فهمت الفرق واخر حاجة محتاجين نعرفها عن الدواء وهو الدروج انتر اكشن يعني بما اننا في مصر دايما العيانين المصريين بيجي معاه شنطة ادوية طيب انا لما هصرف له دواء جديد هل هالدواء ده هيتعارض مع الادواء اللي معاه في الشنطة ولا لا هيكون ليه تأثير وحش ولا لا وهنشوف مثلا على سبيل المثال حاجة كبس كده للتشويق الناس اللي بتاخد حاجات مميعة للدم زي الورفرين الماريفان و الحاجات زي كده يقولك ما ينفعش ياخدوا مسكنات صح ليه اصلي فيه دروج انتر اكشن ما بينهم وهنفهم ده ان شاء الله على مدار الكورس كده دي الانترودكشن البسيطة اللي احنا محتاجين نعرفها عن الفرماكو دايناميكس وتعالوا نبدأ في اول جزء متعلق بالفرماكو دايناميكس وهو المود اف اكشن احنا كده قسمنا الفرماكو دايناميكس بتاعتنا لنقاط هنمشي عليها واحدة واحدة نعرف اول حاجة اول واحدة لو تفتكر قرنا المود اف اكشن او ازاي الدروج بيشتغل تمام بوسيا سيدي الدروج عشان يشتغل بيشتغل بطريقة من اتنين ياما يركب على ريسبتور ياما هيشتغل من غير ريسبتور ياما يكون ريسبتور ميديتد او نون ريسبتور ميديتد بس واحدة واحدة تعال نتكلم عليها الاثنين تعال نبدأ نتكلم عن الريسبتور ميديتد قبل ما نبدأ نتكلم على الدروج هو ازاي الريسبتور بيشتغل تعالك انا مسلا ونتخيل ان ده ريسبتور ماشي سيدي هتيجي المادة اللي بتركب عليه اللي بتشغله زي ما احنا خدنا من الفيسيولوجي صح؟ المادة دي لازم يكون لها شوية مواصفات لازم يكون اولا تكون شبه الريسبتور اللي هتركب فيه زي القفل والمفتاح ثانيا اول ما تركب عليه تدي اكشن صح الكلام؟ طيب واحدة واحدة عاما ولنفترض ان ا دي يا سيدي المادة اللي بتركب على الريسبتور صح؟ المادة دي كان لها اسم لو تفتكر كنا بنسميها لجند طيب يعني ايه لجند؟ لجند ببساطة يعني مادة بتركب على الريسبتور اللي جند ده قد يكون هرمون زي الانسولين مثلا قد يكون نيورو ترانسمتر زي الاسيتايل كولين والكنتراكشن بتاع المصر قد يكون دراج وده اللي احنا بنتكلم عليه في الفرماكولوجي صح؟ انا دلوقتي هجيب اللي جند بتاعي واركبه جوه الريسبتور صح الكلام؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ بركز بقى يا اما اللي جند ده هيكون بتاع الريسبتور وشبهه فهيديني الافكت اللي انا عايزه تعالى على سبيل المثال نعتبر ان اللي جند اللي احنا معانا ده الاسيتايل كولين على سبيل المثال اهو اسيتايل كولين ماشي والاسيتايل كولين انت عارف بيركب على النيورو ماسكولر جونكشن عشان لما بيركب على الريسبتور بيشغل المصل فتعمل كونتراكشن صح؟ بص بقى اللي انا قلته ده لو اللي جند ركب على الريسبتور شغله يبقى دي حاجة اسمها اجونست حلو؟ يبقى الاسيتايل كولين في الحالة دي اجونست قدم ركب على الريسبتور هه شغله طيب لو جبت ريسبتور تاني او بلاش ريسبتور تاني نفس الريسبتور ياسيدي وجبت مادة تانية مش اسيتايل كولين هي شبهه شبهه بس مش هي وركبت على الريسبتور بتاع الاسيتايل كولين حلو؟ هل هتدي تأثير؟ لا مش هتدي تأثير مش هتشتغل ولكنها ركبت صح؟ في الحالة دي بص الريكس كده لو المادة ركبت بس مادتش تأثير يبقى اسمها انتاجونست حلو بص بقى الجاية دي تعال نجيب كمان ريسبتور لو المادة بقى ركبت ودت التأثير العكس يبقى اسمها انفرس اجونست هقولك ليه احنا عارفين ان الاجونست بيدي تأثير صح؟ والانتاجونست ما بيديش تأثير طب الانفرس اجونست عامل زي الاجونست انه هو بيدي تأثير بس بيدي تأثير العكس عشان كده بسميه انفرس اجونست حلو قوي قوي لحد دلوقتي انت كده فهمت ازاي الريسبتور بتشتغل تعال بقى نبص ازاي الدروجز هتشتغل من اللي احنا فهمناه هنا احنا عارفنا اننا لو بنشتغل على ريسبتور بنحتاج حاجة اسمها لجند خلينا نكتبها كده على جنب لجند وان اللي جند ديت لو ركبت وشتغلت تبقى اجونست لو ركبت ومشتغلتش تبقى انت اجونست لو ركبت وشتغلت العكس تبقى انفرس اجونست تعال نشوف بقى الدروجز الدروجز يا سيدي فيها نفس الكلام يعني ايه؟ يعني فيه الدروج هيشتغل اجونست بسرعة في ذكر معايا يعني ايه اجونست؟ يعني هيركب على ريسبتور فيديني الشغل المطلوب زي ايه؟ زي مثلا الاسيطايل كولين لما بيركب على النيورو ماسكولر جونكشن النيورو ماسكولر جونكشن لما بيركب فيها الاسيطايل كولين بتعمل لي صح؟ طيب فيه انتاجونست الانتاجونست قلنا ان الريسبتور الليجندي بيركب على الريسبتور ما يدينيش تأثير زي ايه؟ اسمها كده؟ فيه نوع من السموم اسمه الكراري الكراري ده بيعمل ايه؟ الكراري ده بيركب على نفس الريسبتورز بتاعة الاسيطايل كولين ويوقف شغلها فيعمل ايه تعتقد؟ بيعمل شلل طب ازاي بيعمل؟ بوسك لك كلمة الكراري بيعمل شلل اسمح لسألك سؤال لانه بيوقف شغل المصل ولا لانه بيخلي المصل تريلاكس لأ طبعا بيوقف شغل المصل هو ما بيعملش حاجة انا بركب على الريسبتور اوقف شغله ما بعملش ولا بعمل وبالتالي لو جالك في السؤال الكراري بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجة هو بيوقف شغل الريسبتور وفي الحالة دي بيبقى اسمه انتاجونست حلو النوع الثالث اللي قلنا اسمه انفورس ااجونست انفورس ااجونست يعني ايه؟ يعني بيشتغل بس يبيدي تأثير العكس زي ايه؟ عندك لو تسمع او الناس اللي عندها حساسية هتفهمني قوي يقولك انا ساعات كلا بتجيلي نوبة حساسية فلازم ااخد داوة او ااخد بخاخ البخاخ او الداوة دا بيكون في حاجة اسمها انتيهستامين مضادهستامين بص من اسمه كده انتيهستامين دا بيعمل ايه؟ دا بيركب على الريسبتورز بتاعة الهستامين ويخليها تشتغل العكس بذل ما تعمل برونكو كونستريكشن تعمل برونكو دايلاتيشن فهمت الفكرة؟ بدل ما يعمل فازو دايلاتيشن الاحمرار اللي بيحصل في وش دا بيكون نتيجة ان الاوعيات دموية بتفتح لا دا يعملك فازو كونستريكشن يعكس لك الشغل عشان كده في الحالة دي اسمه انفورس ااجونست بيبقى نوع اخير كده في الادوية مقولهوش قبل كده بس محتاجك تفهمه اسمه بارشيل ااجونست البارشيل ااجونست دا عايز بمبدأ فيها لخفيها يعني ايه؟ بص يا سيدي انا هو بارشيل ااجونست يعني انا في الاساس في الاساس شغلي ااجونست في الاساس شغلي ااجونست طب افرد افرد انا لقيت ان انت بتاخد دوة تاني نوع ااجونست لا في الحالة دي انا اشتغلك انت ااجونست زي ايه؟ زي مادتين كده تعال نمسح شوية زي مادتين واحدة اسمها مورفين واحدة اسمها بوب رينو رينو فيه بص يا سيدي الاتنين دول مسكنات المادتين دول مسكنات البوبرينوفين يشتغل كأنه مسكن لو المورفين مش موجود بس لو البوبرينوفين لقى ان في جسمك مورفين يشتغل العكس يوقف شغل المورفين فهمت حاجة؟ يبقى تعال بسرعة لم الليلة دي الاجونست هو مادة بتركب على ريسيبتور تشغله زي ما احنا عايزين زي الاسيطايل كولين والنيورو ماسكولي جونكشن الانتاجونست هو مادة بتركب على ريسيبتور تمنع شغله ما بتخلوش يعمل شغله زي الكوراري في النيورو ماسكولي جونكشن الانفورس ااجونست هو مادة بتركب على الريسيبتور تخليه يعمل شغله العكس زي الانتيهستامينز واخرا الپارشيال ااجونست هو مادة بتستعبط يعني ايه؟ يعني هي في الاصل ااجونست بس لو لقى ان الاجونست واحد شبهه موجود معاه في الجسم بيشتغل العكس بيشتغل انتاجونست في حاجة حابب بأكد عليك فيها في الاربع اشكال اللي احنا شفناهم الادراج بيشتغل فيهم مع الريسيبتور في مصطلحين مهمين حابك تعرفهم مصطلح اسمه الافكسي ومصطلح تاني اسمه الافينتي ايه يعمل مصطلحين دول افكسي افكسي يعني هل الدراج لما لك يبقى على الريسيبتور عمل شغل ولا لأ؟ حلو فلو عمل شغل يبقى افكسي عالية عمل مفيش شغل خالص زي الانتاجونست يبقى مفيش افكسي طب عمل شغل نص ونص يبقى الافكسي نص ونص طب الافينتي الافينتي هو مدى التشابه بين الدراج والريسيبتور اللي هيركب عليه لو الدراج شبه الريسيبتور بالزبط يبقى الافينتي عالية الدراج مش شبه ريسيبتور خالص او مش بتاعه حتى يبقى الافينتي مفيش طب لو دراج ريكب نص ونص او جزء منه بس الاريكب يبقى الافينتي متوسطه تعالوا نطبق الكلام ده على اللي احنا درسناه الاجونست الاجونست احنا خدنا ان هو بيركب على الريسيبتور يعني اكيد الافينتي بتاعته عالية وبيديني الافيكت بتاع ريسيبتور بالزبط يعني الافيكسي كمان عالية طب الانتاجونست لا الانتاجونست بيركب على ريسيبتور كويس او يعني افانتي عالية طب الافيكسي مفيش افكسي اصل هو بيركب على ريسيبتور عشان يوقف شغله وفي الحالة دي مفيش افكسي طيب الانفيرس ااجونست الانفيرس ااجونست بيركب على ريسيبتور مفيش مشكلة بس شغله عكس يعني بيعمل شغل هو بيعمل عكس بيعمل شغل كويس يعني هو بيعمل افينيتي كويس بس ايه بقى? عكس شغل الاجونيست. طب والله الافينيتي برضو عالي لان هو بيركب في الريسيبتور تمام. بس شغله مش قد كده. على حسب مين معايا والجودة. فبما انه عليه حوارات كده فبنقول ان الافينيتي بتاعته الافيكاسي بتاعته موجودة بس انت بقى وليلة. لس. بس قبل ما نعدي الحتة دي عايزين نبص على حتة الانتاجونيزم دي شوية تمام? بركز معايا. احنا عايزين نبص على الانتاجونيزم. الانتاجونيزم احنا زي ما فهمنا ها? انتاجونيزم يعني بركب على الريسيبتور مش هغلوش مش عامل العكس تمام? يعني انت قلت ايه? بركب على الريسيبتور يعني فيه انتاجونيزم ليه علاقة بالريسيبتور? او بنسميه ريسيبتور انتاجونيزم. طيب التاني بقى بس بس معقد قوي اسمه بس. نان ريسيبتور انتاجونيزم. حلو بس عزيدي. الريسيبتور انتاجونيزم في منه شكلين يعني ايه? واحدة واحدة. في منه شكل بيبقى كومبتتف. وفي منه شكل بيبقى نون كومبتتف. كومبتتف يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندي ريسيبتور اوكي؟ المفروض الريسيبتور ده بيركب عليه مادة معينة ولكن الدراك بتاعنا الانتاجونيزم هي يركب على الريسيبتور ده فيمنع شغله تمام؟ طيب كومبتتف يعني يعني ايه؟ تعالى ناخدها بمثال عشان نفهم. احنا قلنا من شواء صغارين ان الكوراري كان بيركب على الريسيبتور بتاع الاسيطايل كولين عشان يوقف شغله. حلو. فتعالك انا نركب كوراري على الريسيبتور ده. هو كده المفروض يوقف شغله. طيب لو انا عندي شوية اسيطايل كولين بره وشوية كوراري بر مين فيهم اللي يركب على الريسيبتور الاكتر. وبما اني قلت كلمة الاكتر يبقى دي حاجة حاجة ممكن تتعكس. يعني دلوقتي لما يجي لك عيان الطوالق مثلا متسمن بالكوراري تدي له ايه؟ يدي له اسيطايل كولين لان الاسيطايل كولين تركيزه هيزيد فيقدر يغلب الكوراري اللي راكب على الريسيبتور فيشيله ويقعد هو. حلو. ده الكومبتاتف انتاجونيزم. طب النان كومبتاتف انتاجونيزم لا 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 لا. نان كومبتاتف انتاجونيزم ده ما بيهزرش. يعني ايه؟ ده لما بيخش يركب مفيش حد بيشيله. مفيش حد بيعف يشيله. وممكن يركب كمان بشكلين. بص كده. الريسيبتور بتاعي بيبقى ممكن فيه مكانين. مكان اللي بيركب فيه الليجند المادة العصلية. وممكن مكان تاني كده بنسميه ألوستاريك. النان كومبتاتف انتاجونيزم او اللي بيركب irreversibly ممكن يركب هنا في الاكتف سايت او ممكن يكتب يركب في المكان الالوستاريك. ولكن هو في الحالتين بيوقف شغل الريسيبتور. طيب دلوقتي ده وضعه ايه؟ ده اتعامل معه ازاي عشان افكه؟ لا ده ما بفكش. يعني ايه؟ لازم تكسر لي الريسيبتور ده وتنتج لي ريسيبتور جديد كده من قوله جديد عشان اقدر اشتغل معك. بس غير كده انا مش هعرف اشتغل. فهمت؟ يبقى احنا بسرعة نقول اللي احنا قولناه قبل كده ريسيبتور في منه شكلين. كومبتاتف يعني حاجة ممكن تركب وممكن تتشال على حسب الكونسنتريشن. نون كومبتاتف بيركب وما بيتشلش. خلاص لازم اتقسر الريسيبتور عشان اقدر اشيدو. نخش على النون ريسيبتور أنتاتف انتاجونيزم. احنا قولنا الأنتاجونزم بتاع BETA報��レسيبتور بيشتغل على ايه؟ احنا عارفين ان الريسيبتور في العادي اه في العادي ليه أغونستي بيشغله؟ صح؟ الكومبتاتف انتاجونيزم والنون كومبتاتف انتاجونيزم بيشتغلوا على نفس الريسيبتور slowly agonist بيشتغل عليه. يعني ايه؟ يعني في العادي في عادي الاستالكولين بيشتغل على الريسبتور الموجود في المصل والكوريري اللي هو الكمبيتاتيف у анتاجونيست بتاعه بيشتغل على نفس الراجبتور عندك مثلا في النون كومبيتاتيف انتاجونيست في مادة اسمها الفينوكس بنز امائن دي بتشتغل على الريسبتور اللي هو نفس الريسبتور اللي الأجونيست بتاعه النوري بنفرين فخ VIDA حاجة يعني الريسيبتور بتاعي بيبقى ليه مادة أجونست بتشغله عادي الريسيبتور ميدييتد أنتاجونزم بيشتغل على نفس الريسيبتور اللي بيشتغل عليه الأجونست غير النون ريسيبتور ميدييتد ده بيحصل إزاي؟ بيحصل بشكلين يا إما فيسيولوجيكل يا إما كيميكل طب إزاي؟ الفيسيولوجيكل non-receptor antagonist ما بيحصل إزاي؟ دلوقتي أنا عندي مثلا ناخد مع أسابين المسائل مادة بتشتغل على ريسيبتور معين زي الهستامين الهستامين بتشتغل على ريسيبتور بتاع الهستامين أنا عايز أعكس شغل الهستامين أو عايز أوقف شغل الهستامين أعمل إيه؟ عندي طريقتين يا إما أشتغل على نفس الريسيبتور بتاع الهستامين بس في الحالة دي أنا بقى إيه؟ antagonist برسيبتور أو أشتغل على ريسيبتور تاني شغلته عكس شغلة الهيستامين زي إيه؟ زي الإبنيفرن مثلا الهيستامين بيعمل فازوزيلاتيشن من خلال الريسيبتور بتاع الهيستامين لكن الإبنيفرن بيعمل فازوكونستريكشن من خلال ريسيبتور تاني بتاع الإبنيفرن فاهمت حاجة؟ فالفيسيولوجيكل أنا بشتغل على ريسيبتور مختلف شغلته عكس شغلانة الريسيبتور الأول فبقدر أوقف شغله أنتجونيزم نون ريسيبتور كيميكالي إزاي؟ مادتين بيتفعلوا مع بعض زي مثلا البروثرومبن البروثرومبن دي مادة بوزيتيفلي تشارجد بتوقف شغل مين؟ الهيبرن صالفيت عشان دي مادة نيجاتيف تشارجد فبيوقفوا بالشوحنة بتاعته فاهمت حاجة؟ يبقى سريعا نعدي سريعا كده على اللي قلناه هنا أنتجونيزم يعني أنا عايز أوقف شغل الحاجة اللي بتحصل تلقتي أقدر أوقفه إزاي؟ من خلال طريقتين يأما أشتغل على ريسيبتور أو أشتغل من غير ريسيبتور لو هشتغل على ريسيبتور فعندي شكلين يأما هشتغل ريفيرسبلي على حسب الكونسنتريشن بتاعي وبتاع الأجونيست العادي أو أشتغل من خلال أن أركب على ريسيبتور ومحدش غير هيعفي يشتغل عليه لو هشتغل من غير ريسيبتور عندي طريقتين يأما أشتغل على ريسيبتور تاني لعكس تأثير الريسيبتور الأولاني اللي أنا عايز أوقفه أو أشتغل كيميكالي على المادة نفسها اللي أنا عايز أوقف شغلها كده انت فهمت أنواع الأنتاجونيزم اللي بتحصل في الجسم لو انت متابع معي حتى دلوقتي فزي الفل بس احنا محتكين نزبط حتة كمان كده أخيرة ركز بقى في الحتة دي عشان مهمة أوي بص دلوقتي تخيل معي أنا سل أو هرسم سل أوكي وطالع من السل دي ريسيبتور زي ما احنا متعودي احنا قلنا أن في نوعين من الأنتاجونيزم انتاجونيزم بيبقى ceba عادي ده أخلص منه بسيطة يا إما إن أنا أزود الكونسنطريشن بتاع الأنتاجونيزم.. فالانتاجونيزم هو اللي هيركب أو إن أزود الكونسنطريشن بتاع الأجونيزم فالانتاجونيزم هو اللي هيركب سهل إننا تخلص منا لكن اللي محتاجة أتفكير شوية هو أزاي أخلص من الـ non-competitive antagonist اللي بيركب مايتفكش ده بص يا سيد دخيل معي المياه dassel اي هي السل وأنها هي اللي primarily وانا جيت ركبت عليها دلوقتي noncompetitive antagonist يعني antagonist بيبوزي receptor خلص ده مش شغال السيل عشان تنتج receptors بص بقى ايه الخطوات دي السيل دلوقتي انا عايزة انتج receptor فبصنعهم جوايا وبخرجهم برا بعمل لهم يعني ايه بخرجهم برا في عملية تعرف باسم الاكستراليزيشن حلو طب عندي receptor زي ما انت شايف كده بازت لاي سبب عمرها خلص خلاص ما بقيتش شغالة فانا عايز ادخلها تاني اقسرها ادخلها اسمها انتراليزيشن حلو يبقى انا بعمل ايه من الاول كده انا بعمل انتراليزيشن للريسبتورز البيضة اكسرهم اصنع جودات واعمل لهم اكستراليزيشن حلو الوقت ما بين الانتراليزيشن والتصنيع والاكستراليزيشن بيتسمى الريت اوف تيرن اوفر الوقت اللي باخده بما بين ان انا اكسر القديم واصنع الجديد وامشوره على السطح ده اسمه ايه ريت اوف تيرن اوفر حلو طيب اه نخش على حتة تانية برضو محتاجين نفهمها في حاجة في الريسبتورز اسمها up regulation وحاجة اسمها down regulation هي ممكن تكون سمعت عنها في الفيسيولوجي او عارفها خلناها بس ايه نأكد عليها او بمعنى صاح عايزين نأكد على دي بتحصل امتا ودي بتحصل امتا الup regulation بتحصل امتا بتفكيرك كده up regulation يعني انا محتاج ريسبتور هحتاجهم امتا لو الريسبتورز الاردي موجودين بازوا فحالتنا دي ممكن يبوزوا لما يركب عليهم antagonist يبقى ركز كده الup regulation بيحصل لما يكون فيه antagonist اشمعنا يا عام اصل ال antagonist هيعطل الريسبتورز الموجودة فمحتاج اعمل جداد up regulation down regulation down regulation يعني ايه يعني انا عندي ريسبتورز محطوطة بس شغلين زيادة شغلين زيادة عن اللزوم فانا عايز اقلل من التأثير ده عشان ازبط الدنيا طب هما بيشتغلوا زيادة عن اللزوم لما يكون ايه الموجود بالزبط agonist فلو جايس اقلك up regulation بيحصل امتا up regulation بيحصل لما يكون فيه antagonist موقف للريسبتورز فعايز اقتر عدد الريسبتورز عشان يمكن يشتغل طب ال down regulation بيحصل امتا لما يكون فيه نشاط زيادة اوي بوجود agonist فانا بقلل عدد الريسبتور عشان ازبط الشغل ازبط الحتة دي كده وافهمها وتعنا نخش على حتة الجاية احنا كده عارفنا ازاي الدراج بيشتغل على الريسبتور وانواعه المختلفة اللي بيأثر بيها على الريسبتور ازاي وهكذا تعال بقى نعرف ايه هي الريسبتورز اللي بيشتغل عليها الدراج او بمعنى اصح تعالى برضو نكمل فهمنا للمودوف اكشن بوس يا سيدي احنا عندنا خمس انواع من الريسبتورز محتاجين نفهم ازاي الدراج هيشتغل عليهم بسم الله اول ريسبتور محتاجين نعرفه هو الion channels بوس يا سيدي الion channels دي بتشتغل ازاي الion channels زي ما حردك شايف من الصورة كده ده وضعها بتبقى بوابة مسدودة تمام فيها مكان فاضي بيركب فيه الليجند اللي ينور عليك الليجند بتاعنا في الحالة دي هيكون الدراج او الدراج اول ما الليجند بيركب في المكان بتاعه البوابة بتتفتح وتشتغل وتدخل اي مادة او تخرج اي مادة بغض النظر عن ايه هي المهم انت فهمت الميكانيزم الion channels بتشتغل ازاي مكان فاضي في الريسبتور لازق في بوابة الليجند او الدواء يركب في مكانه يفتح لي البوابة يسمح لأي حاجة تدخل جوه السل او تخرج برى السل زي ايه زي مثلا الاسيتالكولين اللي احنا عمين نجيب سيرته كل شوية لحد ما تلهق مننا ده الاسيتالكولين احنا عارفين اشهر مثال عليه انه بيشتغل على المصل طب بيشتغل ازاي عم بسيطة الاسيتالكولين بيجي يركب في الاكتف سايت يفتح لي صوديوم channel عشان يدخل صوديوم فلما يدخل الصوديوم يحصل ال action potential بتاع الفيسيولوجي ويحصل muscle contraction طب تعالى ناخد واحد العكس على سبيل المثال ده واسمه benzodiazepine ده بيشتغل على حاجة اسمها GABA receptors ال GABA receptors دي اول كلمة اقولها لك عنها انها inhibitory يعني ايه inhibitory يعني مسؤولة عن انها توقف الشغل او بتعمل muscle relaxation على سبيل المثال ازاي؟ ال benzodiazepine لما هيجي يركب في الاكتف سايت بتاع ال GABA receptor هيفتح اللي channel بس المرضي مش هيدخل صوديوم هيدخل كلور وبما ان الكلور negative يعني عكس شغل الصوديوم بالتالي بيعمل ايه؟ بيعمل hyper polarization اللي انت سمعت عنها في الفيسيولوجي او بيعمل بمعنى اصح inhibition للمسل contraction بقى لفة سريعة في اللي احنا قلناها عندنا اول receptor اسمه ion channel بتشتغل ازاي؟ بييجي المادة بتاعتي اللي هي legend اللي هي drug في حالتنا تركب في الاكتف سايت بتاعها تفتح لي channel ال channel دي ممكن تدخلي ايه؟ على حسب زي مثلا لو عندي اسيطايل كولين لما بيركب بيفتح لي channel تدخلي صوديوم عندي البنزو ديازبين لما بيركب على ال GABA receptor بيفتح لي channel تدخلي كلور ودي معلومة سريعة هي اسرع نوع من انواع ال receptors عشان كده لو انت بتشتغل على حالة طرقة او كده اشتغل بدواء بيشتغل على ion channel على ال receptor بيشغلك ion channel لانها اسرع نوع من الادوية تاني نوع من ال receptors اسمه كده وركز في اسمه G-linked protein ايه عم G-linked protein ده؟ ده receptor موجود كده في ال cell membrane قاعد كده عبارة عن كذا وحدة ركبين مع بعض يعني ايه؟ عبارة عن سلسلة من التفاعلات بتشتغل عشان تنشط سلسلة من التفاعلات بتشتغل عشان تنشط؟ يعني اول معلومة كده محتاج تعرفها انه slow مش دستلوست مش ابطأ حاجة بس هو بطيء شوي ليه؟ لان انا هشغل حتة تشغلي حتة تشغلي حتة وهكذا وما تتحكش علي انت المفروض خدت الكلام ده في ال biochemistry في الموديول اولاني في ال cell membrane biochemistry صح ولا لا افتكر كده هتلاقي انك خده ولكن برضو احتياطي عم تعالين افتكرها مع بعض طب تعالين افتكر بس سوا انا كان عندي cam receptor عشان نعرف انواعهم انا كان عندي gs لو g stimulatory عندي g i g inhibitory وعندي g q g quantitative حلو طب انا عندي cam receptor بقى عشان اوصلهم بالكلام ده كان عندي حاجة اسمها بيتا 1 وبيتا 2 وعندي alpha 1 و alpha 2 وعندي m1 m2 m3 تعال بقى ايه نرسهم في الخنات بتاعتهم كل ما هو بيتا gs تعال نكتبهم قدام بعض يبقى gs ايه كلها بيتا كل ما هو زوجي يروح ل g inhibitory يعني دلوقتي g inhibitory معها alpha 2 و m2 كل ما هو الباقي يبقى او بما اصح كل ما هو فردي يروح لل g q اللي هو m1 و alpha 1 و m3 alpha 1 m1 m3 هتقولي تم البيتا 1 فردي اقولك لا اصحى انا قلتلك كل البيتا stimulatory خلاص انساه ال g inhibitory كل ما هو زوجي alpha 2 m2 و g quantitative كل ما هو فردي alpha 1 m1 m3 تمام بصوا بقى سيدي ال gs بتشتغل ازاي ال gs بص مبدأ بسيط خالص ال g linked protein بيشغل انزايم تمام ال انزايم ده يعمل حاجة ركز كلاف لقوله هشغل انزايم ال انزايم يعمل حاجة تمام ال gs ال انزايم بتاعها اسمه ادنايل سايكليز حلو هيعمل ايه ال ادنايل سايكليز ده بيحول ال ATB الى cyclic AMP ال cyclic AMP يشتغل جوا السلبة يشغل لي اي حاجة اي ميكانيز ما انا عايزه المهم ان ال g بيشتغل على ادنايل سايكليز يحول ATP ال cyclic AMP يعيش حياته حلو طب ال G inhibitory ال G inhibitory بيعمل العكس بس برضه بيشتغل على ال ادنايل سايكليز بيوقف شغل الادنايل سايكليز يقلل من تكوين cyclic AMP و بالتالي يقلل من شغل cyclic AMP طيب ال quantitative بيشتغل على انزايم تاني اسمه فوسفولايباز C تمام الفوسفولايباز C ده يروح يشتغل على حاجة اسمها داج وحاجة اسمها IP3 فاكرهم البايوكيمستري اشطى مش فاكرهم خلاص يعني كبر دماغك عادي المهمة بس تعرف الاسامي او تفهم بس الميكانيزم انا دلاتي عندي جيميستيميلاتري بيشتغل على انزيم اسمه بس بالعكس بيشتغل على فوسفولايباز C فيروح يشغلي مين ال-IP3 والداج بس انت كده فهمت الميكانيزم مش محتاجة تعرف تفظيل اكتر من كده كده خلصنا اول اتنين ريسبتور ركز بقى في التالت ده محتاج شوية التركيز الريسبتور التالت معانا اسمه ريسبتور لينكد تايروزين كاينيز اي عام الاسم المعقد ده هو اه نعم اسمه معقد بس انا متأكد ان اخذت بالك من حاجة كلمة كاينيز دي لو تفتكر من الباوي كيمستري معناها انه بيركب فوسفيت هنستخدمها كمان شوية ركز معايا الريسبتور لينكد تايروزين كاينيز ده بنستخدمه في الانسولين دي اهم حاجة بس محتاجة تعرفها كده انه هو معظم شغله على الانسولين طيب دلوقتي بص كده لشكله هتلاقي انه ليه جزء قاعد برا السل وجزء قاعد جوا السل متفقين؟ الجزء اللي برا السل ده بيركب فيه الليجند بتاعه اللي هو ايه الليجند قلنا؟ قلنا ان الليجند ممكن يكون هرمون زي الانسولين او دوة انا مدخلهله زي الانسولين برضو لان الانسولين ده ده اللي هيركب فيه الانسولين اما الجزء اللي تحت هو ده الجزء اللي هيشتغل من الريسبتور طيب تعالا يا عم نجيب انسولين او لجند ايا كان ونركبه في الجزء بتاعه ده هيشغل الريسبتور في الحالة دي هيشتغل الجزء اللي جوا اللي اسمه تايروزين كاينيز بص كده التايروزين كاينيز ده عبارة عن اتنين انزايم زي كده قاعدين بعاد عن بعض اول ما بيركب الانسولين او الليجند بيقربوا من بعض كده ويشتغلوا طب لما يشتغلوا الكاينيز بيعمل ايه الكاينيز بيركب فوسفيد وده فعلا اللي هيحصل الفوسفيد جروبس اللي هتركب على الانزايم من تحت دي تقوم مجمع حواليها بروتينات تانية البروتينات دي بتتاكتف بتشتغل لما تركب عليها الفوسفيد جروب وبالتالي انا كده شغلت الريسبتور بتاعي ده كان تالت ريسبتور محتاج تعرفه في انواع الريسبتوز اللي بيشتغل عليها الدروجز نخش على الريسبتور الرابع الريسبتور الرابع معنا اسمه واسمه هيقولك هو بيعملين فركز اوي في الاسم سمعت الكلمة دي فين قبل كده كلمة ترانسكريبشن كانت بتتقال علي المرنة لما كنا بنطلعه من النيوكلياس ونركبه على رايبوزوم ونصلع منه بروتينات وانزايمز والهسة دي كلها فمن اول طلعة كانت من اول طلعة انت فهمت ان الانزايم ده بطيء الريسبتور ده بطيء وانفاكت اتزا سلوغوز ابطأ واحد اول حاجة محتاجت اعرفها عن الريسبتور ده انه قاعد جوه السل مش بره زي ما شفنا جوه السل طب ما ده معناه ان لازم الليجند او دراج يخش له بالزبط بس كان فيه شرط مهم عشان الدراج يقدر يخش جوه السل تكروا بالزبط اللي قال كان الدراج لازم يبقى اللايبوفيلك لازم يبقى دراج يقدر يعدي من السل ممبرين لازم يكون اللايبوفيلك فاتخيل انا دلوقتي معايا دراج او هرمون او لجند ايا كان اللايبوفيلك قدر يعدي من السل ممبرين هيدخل يمسك في الرسبتور الرسبتور ياخده ويخش بيه على النيوكليس جوه النيوكليس يقوم الرسبتور ده يركب على دين اي ويشتغل ويعمل منه ام ار ان اي ويصنع بروتينز والفرح اللي احنا عارفينه ده المهم انت فهمت بيشتغل ازاي؟ حاجة لايبوفيلك تخش جوه السل تشتغل على النيوكليس انها تعمل ترانسكريبشن فاتصنع لك بروتينات جديدة طيب ايه بقى المواد مثلا اللي بتشتغل على الرسبتور لجريتنج ترانسكريبشن؟ اي حاجة لايبوفيلك زي ايه؟ زي الاستيرويدز زي الاستروجين واخوه البروجسترون زي الثيرويد هرمون معلومة سريعة الثيرويد هرمون ارسبتور بتاعه قاعد جوه النيوكليس مش جوه السل جوه النيوكليس فتخيل ماذا البطء ايه؟ زي واحد مهم كده اسمه كورتيزول واقف لحظة هيجي هنا يسألك شؤال مهم يقولك ليه في حالات الطوارئ بنلجأ للإبنفرين مش الكورتيزول ليه؟ اقولك الإبنفرين لو تفتكر الرسبتور بتاعه كان بيتا صح؟ هو حالات الطوارئ زي ايه معلش؟ زي لانا في لكتك شوك واحد عنده حساسية جديدة واحد دلوقتي عنده برونكو قديمة وخلاص بيتخنق ومش عارف يتنفس ليه بحقنه إبنفرين زي ما متشوف في الافلام كده القلم اللي بيترشق في القلب ده ما بحقنهش كورتيزول مع ان الكورتيزول برضه لنفس التأثير اقولك الإبنفرين الرسبتور بتاعه كان بيتا صح؟ وقلنا ان البيتا دي كانت جي ستيمولاتوري يعني جي لينكت بروتين طب الكورتيزول؟ لا الكورتيزول ده ليبوفيليك والريسبتور بتاعه ريسبتور ريجولاتينج ترانسكريبشن صح؟ مي زمتك؟ مين أسرع؟ الجي ستيمولاتوري ولا ريسبتور ريجولاتينج ترانسكريبشن؟ أكيد طبعا الجي ستيمولاتوري الجي ستيمولاتوري هتقولي انه بطيء بس مقارنة بريسبتور ريجولاتينج ترانسكريبشن؟ لا يا عم انا هدخل الهرمون وبعد كده دخله النيوكليس واكتف جين وبعد كده افك الجين ده وترجمه واعمل له ترانسكريبشن وصنع بروتين وبعد كده اشغلها اعمل لها لينكد و برايمري و سكندري و تيرشري وحوار على موسط لان انا اخد افكت لكن الجي لينكد بروتين لا جي لينكد بروتين اه هيشتغل هي اكتف لي حاكتين ادينايل سايكليز هب سايكليك اين بي تشتغل على طول عرفت الفرق فلما ييجي اسألك ليه باستخدم الابنفرين في حالات الطوارق مش الكورتيزول تقوله عشان الابنفرين بيشتغل على جي ستيميراتري اللي هو اسرع من الريسبتور ريجريتنج ترانسكريبشن بتاع الكورتيزول حتة مهمة اخر ريسبتور معانا واعتأك لوجه الله هو النيتريك اوكسايد ريسبتور وده ليه تعامل خاص سيكا النيتريك اوكسايد ريسبتور شبه الى حد ما الجي لينكت بروتين احنا قولنا الجي لينكت بروتين كان بي اكتف ال ادينايل سايكليز فيحول الاتب الى سايكليك اوكسايد ريسبتور بيشتغل على حاجة شبه كده اسمها جوانايل سايكليز الجوانايل سايكليز ده بيحول حاجة اسمها الجي تي بي الى سايكليك جي بس ده الفرق الجوهري ما بينه ده الفرق انت محتاج فعلا تفهمه ان بدل ما كلمة ادينايل سايكليز تخليها جوانايل سايكليز بدل اي تي بي تبقى جي تي بي بدل سايكليك اي بي تبقى سايكليك جي ام بي طب زي مين زي النيتريك اوكسايد نفسه النيتريك اوكسايد ده مادة فازو ديليتور نايتريك اوكسايد والنيتريك بروسايد الحاجات دي كلها فازو ديليتور بتشتغل على مين بتشتغل على الام 3 هو مش ده كان كوانتيتيتف من شوية او كان وفي منه برضو النيتريك اوكسايد ده حاجة برضو تعرفها ان هو انترا سيليلر موجود الريسبتور بتاعه جوه الانديثيليال سيلز الانديثيليال سيلز الى السيلز اللي بتغطي البلوت فيسل من جوه بيخش لها النيتريك اوكسايد بيخليها تريلاكس فيعمل فازو ديليتيشن الريسبتور بتاعه اسمه ام 3 دول الخامس انواع اللي انت محتاج تعرفهم على الريسبتور اللي بتشتغل عليها الادوية انت اعتبر خطي تقريبا كل حاجة دلوقتي فيما بعد ان شاء الله هتلاقي ان السيستمز اللي بناخدها بجيب لك الريسبتور دي دي واشتغلك عليها هوقول لك الدواء ده هيشتغل على الريسبتور الفلاني فانت المفروض تفتقي الريسبتور الفلاني ده كان تابع عنه جروب وسرعيته عاملة ازاي والميكانيزم بتاعته عشان تزبيطات بعد كده والادفيرس افكت والقصة دي بس اه تعاني بقى اخش على ارخم حتة في الفلاني ديناميكس اللي ان شاء الله هتبقى اسهلها ادوز رسپنس كف